السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي هر نهار شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة اللي في حقيقة بغيت نشاركها معاكم وهو ان واحد المفاجأة وقعت لي وهي ان اربع اينات كي ولدوا في يوم واحد يعني مع مره ما طرق لي ولكن الحمد لله ان هاد الانات فرحوني يعني منين كنت حاسب لهم كانوا كانوا مختلفين في اليوم دير التلقيح ولكن سبحان الله هادو اينات بلديات بلديات راماشي بابيون هادو غيكي شبول بابيون يعني هما بلديات ولقحتهم مع هادك الذكر يعني بابيون رومي وهما بلديات هادو كلهم بلديات والحمد لله انهم ولدوا فرحوني في يوم واحد سبحان الله مع امري ما موقعت لي بحال هاد الحالة انهم يولدوا في يوم واحد يعني فرحة كبيرة ما تيقش انه قلبت اللولة القيتها ولدتانية التالتة الرابعة سبحان الله القيتهم كلهم ولدوا انتم ما هنتفحس معكم باش تشوفوا بعينيكم انتي هاد الاولى انتم ما تبارك الله لك يبانو لكم هاي اللولة انا باقي ما ما حسبتش العداد حسبتش العداد ولكن هادي الاولى بسم الله الحمد لله وشكر لله كين التانية ها هي هاتو ما اللى كي يبانو لكم اما باقي ما شفتش العداد العداد باقي ما شفتش ولكن الحمد لله راهم كلهم والدات يعني هنتو ما كين الاولى انا مراخ طمهم جوش لات اول رابعة انا دايلو ما كاش شات على حسب البرد الخامة كينش البرد بززاف هنتو ما سبحان الله ها هي ها هي هادية التالتة هنوريكم الرابعة عود اللي هي هادي هادي ولدت شوية مع طلطة اللي شي عاد ولدت انتوما انتوما لكي بالكم را نخبياهم ولكن را ناتفا سبحان الله يعني هاد الحلقة بغيت نخبركم باللي يعني شحال من النتوة انتوما كتكون حاسبي لها عدد بحال هادو النتوات هادو هادو هادجوج هادو تلقحوه يعني في مرة ولكن هادو تلقحوه مع طلين هادي وهادي تلقحوه مع طلين ولكن سبحان الله كلهم ولدو في خطرة يعني ما عمرها ما وقعت لي هادا الحادث هذا وهانتوما كتشوفو يعني ذاك شي تسخير الله يعني مشي من لابد ما انكم يعني تلقحوه وتكونوا حاسبي لان كين النتوة اللي بلدية ممكن انها تولد على 28 يوم كين اللي تولد على 33 يوم ولكن هاد الحالة هادي في الحقيقة ما فهمت انها يا عمرها ما وقعتني هاد القادية هادي انه لقيت نتوات اللي والدي لي على 25 يوم يعني هادو الجوجات اللي ملهي راهم ودو لي على 25 يوم يعني كانت بيناتهم خمس يام هادو ودلو على 30 يوم هادي وهادي وهادو راهم ودو على 25 يوم والاشارة ان هادو راهم صغارات يعني هادي 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 راها الأم التفاف لا يخطر التفاف ضروري ويجب ان اعطيتهم التفاف القضية الماء يجب العسل عادي لا يكون عسل غالي لا يجب العسل في كل إناء قضية النخالة ضروري ان يكون في الصباح تنبغوا بكري لا يجب ان يجب ان نخال بكري نخالة ممكن تخلطوها لهم مع شوية المسخون وتعطيوها لهم لا تكتروش مهم القدر الكافي القدية التلقيح نحاول ان نقحهم في الليل ان هاتش يقولوه الناس يقولوك لا لقحتي في الليل كتولد في الليل سبحان الله يعني هذه ممكن نقحة خاصة ولكن معلومة قلتها لكم إلا بغيتوا ان النتوى دي لكم تولد في الليل حاولوا انكم تلقحوها في الليل إلا لقحتوها في الصباح كتولد في الصباح وخاك يدوز عليها الشهر كامل الوقيت اللي وقت لقحتوها فيها كتولد فيها أنا دا بعده قدين نصبر عليهم ان نولدوا في الليل البارح يعني أنا من ينطف الصباح لقيتهم والدين قدين دير قدين خليهم تلعشية ان شاء الله لان تكون دا سدق الساعة 12 ساعة لان 12 ساعة كافية انكم تلقحوا فيها أو تاني يعني منين بجيه العشية قدين لقحهم وسبحان الله كيولدوا في الليل لان هادو تلقحونيث في الليل ها هما ولدوا في الليل سبحان الله اذا الحلقة دينا يادي دعوا معنا ان الخلفة تصدق و ان شاء الله نتوسعوا في هدا المجال ديلا الكروازي يعاود لان إذا بلا لقحت يعني الكار رومي مع انتوات بلديت يرى هم جابوا تقريبا نص نص كي جابوا طابيون جابوا مخلطين المهم الحمد لله أن الأمور سلكت دعوا معنا أن الخلفات تصدقوا هذه الخلفات أنهم يصدقوا كنشكركم بزاف على التعاليق طيبة ديالكم الناس المازل ما شاركوش معنا يشاركوا معنا القناة غادية بالدعم ديالكم تكيو على زير جيم ما تنسوا ناس بجير جيم باش تدعمونا وتكيو على زير الجرس كي يصلكم جديد يالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة